اشتركوا في القناة دي هي مصر المستفى ده اللي احنا بنأمله ده اللي احنا بنرجوه زي ملع سعيد ان انا جزلي من ده النهاردة في حضور الشباب المهزب المحترم المنمت المنصر انا حسين جدا ان الرجال اعمل ابو بيريس موضين هنا النهاردة مع كهد الاحترام من كل السادة الحضور كنت اتمنى ان الناس اللي بتبصفتها للمشهد سياسيا والاقتصاديا انها تكون موضون انها افضل في مقدمة الصفوف وتشوف الشباب بيعمل ايه هو ده المسل وهو ده القطور وهو ده الامر اللي المفروض الناس يتعلم منه ستقوني والله والله ما بجملكم يمكن انا ليا مشروط بالعمل الخيري في اكتر من جمعية لكن انا سعيد النهاردة لان انتو بتقدموا احسن صورة جمعية رسالة مش محتاجة اني اتكلم عليها لانها منتشرة بما يكفي متفضل الله جمعية رسالة بتقدي في كل شارع وفي كل بيت وأصفحت رسالة تقديم اعمل الخير ولو للغير وبيرضوا من ربنا اربو انا بقول له تأكد اصل الخير ان يكون للغير وتأكد انك هتنول من ربنا اربو التطوعي ما يدفعش يكون مشاعر لازم احدة الجمعية اللي ليها مشروط ملموس وبتقدر توصل وده مش عير علشان تكون مسأل للجمعية التانية اللي ما عندهاش خدرة ومليهاش قوادر ومش قادرة توصل انها هتتعلم انا بجملكم جمعية رسالة وبطلب من كل رجال اعمال ابو بير المحترمين على فكرة تنوع النشاء تصعب جدا 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 انك تحاول انك توصل لكل شيء تدعم مدارس ومحتهين وعرائس ومسالد ومباني وبيوت وعرامل الامر تصعب جدا يا جماعة يمكن انا عدو جمعية متخصصة لحاجة محددة لو سمحتوني يعني ولا بلا شغل خدونا في وسالة نهارتا ولكن برضو بقولي على حسار ما بالك وانت بتدعم كافة النوعين هما دون شباب مصر اللي احنا بنبتده بيهو هما دون شباب مصر اللي احنا معولين عليهم المستقبل مصر مش هتقدر تعمل كل حاجة من داب الحكومة لكن تقدر تعمل لما ابناء هيتحملوا المسؤولية ويأخذوا فرصتهم ويكونوا داخل الكبر انا مشكركم جميعا انكم سمحتولي ان اقول رأيي حتى لو كان مش من ضمن البرنامج احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عملا تدخلوا لي سرورا على قلب مسلم والعمل الخير ما بيخصرش على المسلم بس لان كلنا نسيق واحد ابناء وطن واحد والعمل الخير بذل على صحبه شكرا اشتركوا في القناة